بمناسبة معرجان الغنى والضحك على الشعب هو السؤال هو ليه السيسي ما طلعش قال وعد الست سنين ده بنفسه زي ما وعد الست ست شهور زمان هو المناسبة السيسي فين أصلا لا مناظرات ولا مؤتمرات ولا كلمات خير إن شاء الله ما اتمنون عليه أولاد يعني حد يطمننا هو موجود ولا لا هو بخير يعني الحقيقة السؤال ده حير حتى بتوع السامسون بنفسه وطلع الطفل المعجزة قال ضوّك يسأل إيه الحكمة من اختفاء السيسي معلش الصوت رفيع شوية لأنه في مشاكل في الهرمونات نشوف كده هل هناك حكمة أن الرئيس السيسي لم يعقد مؤتمرا صحفيا واحدا بنفسه هل هذا نوع من أنواع الترفع أكيد الرئيس سيجيب على هذا السؤال لاحقا له وجهة نظر يا راجل يا راجل والله قول والله ايه ايه هيجيب له قول ايه لكن حقيقة محمود فوزي يا بوشي سمح اللي عنده إجابة لكل سؤال قالك ليه السيسي غايب نشوف كده السيسي غايب ليه هرد عليك هاتفضل محمود فوزي مسئوليات وانشغال السيسي سبب عدم ظهوره إعلاميا مسئوليات وانشغاله مجغول في ايه ما فيش غير بقى عبدالوهاد مجغول بغيره وحبيته يعني مجغول في ايه ده بأهم حاجة في حياة أي حد أي رئيس دولة بيحكم شعب ما عندوش حاجة تشغيله غيره وكلم شعبه معين الباشا اللي مجغول لسه رايح لبتوع الكلية الحربية في كشف الهيئة او الله قديني الخبر كده ايه بالناس الخبر اللي يخليك الخميس سبعة ديسمبر السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية سبعة ديسمبر احنا كام يا الله النهاردة يا الله النهاردة يعني سيسي النهاردة قلناه بيحطها كده يعني معلش حطها كده جنب الصورة سيسي النهاردة كان بيحضر كشف الهيئة رد عليك يا خلق أباك مش فضيلك الراجل مش فاضي لشعب مصر لكن فاضي لشعبه هو بيحضر هو قاعدة هو وده البوابة سبعة ديسمبر ألفين ثلاثة وعشرين ولا أي حاجة اقرأ التاريخ فوق النبي زرق له التاريخ كده عشان بس تحطه في عينه مشغول بايه ده فاضي مش لا حاجة يعملها رايح كشف الهيئة في الأكاديمية العسكرية بس الشعب بقى اللي مستني المسؤول يقول له امتى هنقلص القرف اللي احنا فيه ده ما بيعبروش بعيت له حد صبي من صوبيان الحقيقة اني جريدة لوموند الفرنسية كشفت السر وراء اختفاء السيسي واعتبرته انه انه بيعمل نفسه مشغول بحار بغزة عشان يهرب من المواجهة مع الواقع الاقتصادي المنيل بستين نيلة في البلد اللي موند هيا بتقول اللي موند الحرب على غزة ايوا خش يا بيه خش يا بيه الحرب على غزة تخيم على الانتخابات الرئاسية في مصر في ظل حرب غزة تبدو الانتخابات الرئاسية في مصر وكأنها حدث غير مهم ومع ذلك فان السيسي موجود بالفعل في الحملة وصوره منتشرة في كل مكان بالعاصمة ملصقة على الواح ضخمة تزين الطرق والجسور ولكن منذ الاعلان عن ترشيحه التاني من اكتوبر في الاثنين اكتوبر ظل السيسي صامتا بشأن مسائل تتعلق بالسياسة الداخلية حتى من دون تقديم تفاصيل عن الخطوط العريضة لبرنامجه للسنوات الست المقبلة لم يظهر السيسي في اي اجتماعان ولم يشارك في اي مناظرة او مقابلة تلفزيونية يريد السيسي ابراز صورة الرئيس المنشغل بحل قضية اللحظة الملتهبة حريصا على رفع مكانته على المستوى الدولي مقدما نفسه كشريك اساسي في الوساطات ما بين حماس واسرائيل اذا كان السيسي ينوي جعل الازمة في غزة هويته فهو يتجنب ذكر ازمة اخرى التدهور غير المسبوك للاقتصاد المصري ففي جميع انحاء البلاد تطول التوابير امام الاخشاك التي تدعمها الدولة وتضاعف سعر كيلو السكر اربع مرات تقريبا في السوق ليصل الى 55 جنيه حوالي 1 يورو فاصل كذا بالاضافة الى ديونها القياسية تعد مصر واحدة من الدول العشرة الاكثر تضررا ده رقم واحد يا بيه من التضخم وفق البنك الدولي حيث وصل الى ما يقرب من 40% في سبتمبر و70% للمنتجات الغزائية بينما يتم تداول الدولار عند 50 جنيه في السوق الموازية يتوقع المصريون مزيدا من التخفيض في قيمة العملة المحلية خلال الاشهر القليلة المقبرة يطلع يقولك ايه تعيزوا يطلع يقولك ايه تخلي عنك دم ما فيش احساس يطلع يقولك ايه يطلع يقولك ان الاول مرة في مصر في تاريخ مصر فويد الدين تبقى اكتر من ده اسمه ايه ده الناتج المحلي يطلع يقولك ايه ده انا هجيبها لك دلوقتي والله العظيم لاجيبها لك وانت يطلع يقولك ده يعني يطلع يقولك مدفوعات فويد الدين اكتر تتجاوز ايرادات الحكومة اهو يا بيه ده في مصراوي انا هجزب عليك انت برضو ده انت حبيبي من ايام الجيزة اهو بص يا بيه يطلع يقولك ايه لاول مرة في تاريخ مصر مصراوي ايه لا بعدتها لك بعدتها لك ما تدورش كتير اهو لأول مرة في عشر سنوات مدفوعات فوائد الدين تتجاوز ايرادة الحكومة يطلع يقولك ايه يطلع يقولك ايه بيه يطلع يقولك ان السكر بيتبقى دلوقتي التلقيمة بتلاتة جنيه هيقولك ايه هو عنده حاجة تانية يقولها لك التلقيمة بتلاتة جنيه تلقيمة السكر عشر جرام بتتبع في السوق بتلاتة جنيه يطلع يقولك ايه يا بيه يطلع يقولك ايه عن شبكة رازده عشر جرام بتلاتة جنيه سكر يطلع يقولك ايه ما انت برضو حس بيه حس بيه يا بيه اهو فضل اتفضل عندك اتفضل اتفضل في الصالون تلقيمة السكر بعشرة جنيه بثلاثة جنيه يطلع يقولك ايه يطلع يقولك ان الرز اتحاد الصناعات لقى حلل مشكلة الرز قال للمصريين ايه ام قال للمصريين ان دوحل الرز الوحيد ايه بقى ايه بقى حل الرز الوحيد اتفضل يا بيت يطلع يكلمك عن ايه ما هو لازم يقول كلام يطلع يقولك ان حل الرز الوحيد انك تقطعه نتيجة العجز في حل ازمة الاسعار رئيس شعبة الارز بالتحاد الصناعات راجع في شحاته يطالب المواطنين بدرورة مقاطعة الرز لمدة اسبوع يعني يعملها الحكومة ويعملها السيسي والشعب هو اللي يعالج تمسيه الشعب يحكم يطلع يقولك ايه هقولك ايه يعني اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات ده كان مكتبي في هيئة الكتب والوسائق قومية بيبص عليه على طول في رملة بولاء على النيل جنب هيئة الكتاب ودر الكتب والوسائق يطلع يقولك ايه يطلع يقولك ايه لما بيقولك عايز تنرس زيرخص اطعو فالسيسي مختفي لانه ما عنديش حاجة يقولها لك انا عندي رأي تاني بقى السيسي مش بس بيهرب من الوعود والواقع الاقتصادي المنايل ده انما اللي هو السلب في الحصر فيه انما السيسي فيه سلب تاني يا جماعة هو بعد عشر سيم الحكم السيسي بيعتبر ان احتفال تخريج الاكاديمي العسكرية اللي هو كان حضر النهاردة اهم مليار مرة منه يطلع يكلم الجماهير العريضة ويعرض نفسه ويقول برنامج ايه ده ايه ده انت تتكلم في ايه وانت فاكرني رئيس لا انا زي زي فريد زهران وعمل سند حلقة يا ماما والناس دي او زي زي اوباما وترامب وبايدن او زي زي ماكرون كده اطلع اقول برامج سياسية واقتصادية السيسي بيعتبر نفسه بطل بطل اب روحي مش رئيس جاي الناس لازم تفهم كده لازم تفهم ان فيه فرق ما بين ادبيات الرئيس وادبيات البطل الرئيس يكلم الشعب ويتحايل عليه لكن البطل الشعب هو اللي يروح يجيبه وما يسألهش عن اي حاجة او زي ما قاله كده لا يسأل عما يفعل هو اللي قال فضل بالمناسبة وما اقولي الكلام ده ناس بتفتكر ان انا بدأ اخذر مشاعر الناس انا ببعتبرش نفسي رئيس مصر انا بعتبر نفسي انسان انسان طلب منه التدخل لحماية وطن بس طب والله انا صادق اصلا ادبيات الرئيس حاجة وادبيات المواطن حاجة تانية ادبيات السياسي حاجة وادبيات المواطن حاجة تانية ادبيات الرئيس حاجة وادويات البطل حاجة تانية البطل حاجة تانية مش مش عايز يعيش الله يرحم أمك الله يرحم أمك والله مش هو بيقولك أدبية البطل حاجة تانية الله يرحم أمك اللي غنيت لك أمك اللي لقيت لك ابني حبيبي يا نرعيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب بتهنيني طبعا من أم البطل شريفة فاضل وماتت بطل مين يا ابو بطل احا مش عايزين أبطال افهم بقى الشعب مش عايز أبطال خلص زمن الفروسية النبيل انتهى الشعب عايز حد يحكمه حد يوفاله لقمة العيش ما تعرفش غيرك يعرف إنما فكرة البطل دي شفناها من عبد الناصر ما جابتش حاجة جابت دورة في البلد شفناها من عبد الناصر وشفناها من السادات وشفناها من المبارك بس بالمناسبة السادات ومبارك هم اللي كانوا أبطال بس لان السادات أخد قرار حرب أكتوبر ومبارك حارب في أكتوبر وكان له يعني باع كبير فيها عبد الناصر ما شفناش منه حاجة ودخلنا حرب لبسنا في حيطة فدول ممكن الاتنين دول بس اللي تقل عليهم أبطال بالواقع بالتاريخ بالوقاع يعني السادات ومبارك رغم عيوبهم واحد أخد قرار حرب واحد حارب في الحرب دي اللي قبلوهم عبد الناصر اللي حارب ورحل يمن أديك شايف دخل في سبعة وستين أديك شايف باش ومات سلم البلد نقصة ومديونة مفيش ثاني مش حاجة ثانية دي إنجازاته فانت تقول لي بطل مش عايزين أبطال احنا عايزين واحد عادي جدا ييجي كده يقول لنا هعمل واحد تتتربعة معرفش يمشي يجي غيره مش عايزين أبطال أبوس إيدك عرفت يا شعب السيسي كان فينا النهار ده كان بيحضر والنبي اديهم تاني الله يخليك عشان بس ده تاريخ اديهم الخبر الله يخليك كان بيحضر كشف هيئة كشف هيئة كشف هيئة في كلها عسكرية ده النشرة البوابة مش عانا أهو كشف الهيئة صور السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية الخميس سبعة ديسمبر الفين تاتة وعشرين الشعب فين بقى مش موجود الشعب يا رئيس فين مش موجود تب كلم الشعب الشعب سيد تلاتين ميزد كول مفيش طب اي برنامج مفيش طب اطلع عبره مفيش الفكرة ندخلين الصمت الانتخابي خلاص يعني هو ولا هو هنا عرفت بقى كان بيعمل ايه سيسي مشغول